اليوم تم اختتام ملتقى مهم جداً للمقاومة التقافية في الثورة التحريرية البارح كان تم افتتاح الملتقى في المركز الدولي عبداللطيف رحال المركز الدولي للمؤتمرات أهمية هذا الملتقى أنه يؤسس لتبادل الآراء بين النخب حول دراسة ما كانت عليه الثورة التحريرية الثورة لم تكن مجرد حرب وإنما كانت فكراً ونضالاً أيضاً نستمع إلى تصريح وزيرة التقافة الدكتورة السورية مولوجي على هامش هذا الملتقى الدولي الذي كان حول المقاومة الثقافية في ثورة التحرير يوم برعاية كريمة من السيد الوزير الأول أيمان بن عبد الرحمن تنظم وزارة الثقافة والفنون هذا الملتقى الدولي حول المقاومة الثقافية في الجزائر خلال الثورة التحريرية وهذا بطبيعة الحال إبراز الدور الكبير الذي لعبته النخب الثقافية الجزائرية إبان الثورة من أجل النضال والتحرر الملتقى يحضره العديد من القامات العلمية في الجزائر ولكن أيضاً من العالم العربي ومن دول صديقة وشقيقة وسيتطرقون لجوانب عديدة من هذه المقاومة التي اتخذت لها العديد من الأدوات ومن وسائل المكافحة كالريشة والقلم والوتر والركح أيضاً والشاشة وغيرها من الأدوات التي ساهمت إضافة إلى النضال أو الكفاح العسكري والسياسي أيضاً وأضافت إلى المشهد الثقافي إبان تلك الفترة والتي نستذكره اليوم هذا المشهد الذي نستذكره اليوم من أجل خلق يتكون عندنا قاعدة بيانية لمختلف ورصيد معرفي أيضاً عن هذه الأعمال التي خلدها التاريخ شكراً لكم تكم الصح طيب هذا تصريح وزيرة التقافة سيدة سوريا بولوجي حول افتتاح الملتقى وأهميته أيضاً قالت تسيدة ملوجي بأن الدور الثقافي الجبار في مواجهة آلة الاستعمار المتفوقة في كل المجالات لم تكن حكراً على الجزائرين فحسب لأنها قضية عادلة ولأن الشعب الجزائري أراد الحياة هبى لنصرة خيرة المثقفين والفنانين من أبناء الأمة العربية وتعدى الأمر ليصل إلى كثير من الشعوب البعيدة التي مدت يدها لنصرة شعب يناضل من أجل حريته طيب هذا الملتقى أيضاً أنا أهم شيء لفة انتباهي كانت مدخلات مهمة والوزارة اخترت موضوعاً جيداً ويتناسب حتى مع الستينية الاستقلال والشعب والشباب الجزائر والأجيال الجديدة يجب أن تعرف أن هذه الثورة كما قلت لم تكن مجرد حرب مسلحة أو لم يستعمل فيها السلاح فقط وإنما كانت حرباً فكرية حرب عقيدة في كل المجالات فكان هناك تكريم لعدد من الأسماء وكان هناك اختيار جيد لهذه الأسماء أحمد رضحوح الشهيد تم تكريمه أحمد رضحوح وهو رائد القصة القصيرة في الجزائر المشعفي لعدنا صور تكريمات إلى ما عدنا شماليش فالأديب الشهيد أحمد رضحوحو تم تكريمه زيادة على عدد من الفنانين أبرزهم أبو جمال لهو ربح أرسقي المعروف أبو جمال الممثل ومحمد مختاري أيضاً ممثل معروف في الأفلام التورية والفنان الراحل أحمد وهبي فهذه أسماء تم تكريمها خلال الملتقى أيضاً حول المقاومة التقافية ترجمة نانسي قنقر